من طرق الشوك الذي يحاول العراق خلعه في سبيل الوصول إلى محطة استقرار اقتصادي وأمني إلى طرق الحرير والتنمية ومشروعات تصنع خاصية الاتصال بين بغداد ودول العالم بعد أن كانت ظروف الانقطاع العراقي عن فضاءات تجارية واقتصادية خارجية سائدة بفعل الحروب والأزمات طريق التنمية حديث الشارع العراقي الذي سيربط الشرق بالغرب والمرجح أن تبلغ كلفته 20 مليار دولار بحسب خبراء فهو الطريق الأنجح لتقليل الوقت والمسافة والتكاليف ويشكل أهمية لأن تكون تركيا بوابة العراق لتسويق تجارته وصناعته وعدم الانكفاء على ريع الانتاج النفطي تلك أهداف ونتائج متوقعة بحسب اللسان الرسمية للحكومة العراقية من جهة والطمأنة التركية من جهة أخرى وكذلك التعاون المأمول بين العراق والخليج مرورا بأوروبا ثم تتحديات تعيق أو تقطع الطريق من أبرزها المصالح المستفدة منه لصالح دول المنطقة بشكل أكثر من العراق وهو حديث خافت بين السطور يبرز في غرف الحوارات الاقتصادية لكن فكرة ربط الشرق بالغرب وإن كانت على طبق عراقي يستشرف المستقبل للتنمية من أوسع أبوابها العالمية إلا أن هذا الطبق يختلف كليا عن طبق آسيوي أوروبي بنكهة أمريكية هندية أخذت الهند نصيب الاسم فكانت مجموعة العشرين في قمتها الأخيرة فواحة بطريق بزغ الحديث عنه تحت اسم طريق التوابل تقول القمة إن شعارها يؤكد على أن العالم أرض واحدة وعائلة واحدة ولو كان أحد أبناء هذه العائلة عازفا عن المشاركة فالصين الغائبة والصين صديقة لإيران تلك الغائبة أيضا عن طريق التنمية كذلك في الأهداف الخليجية التركية مع العراق وهنا كان التحدي الأكثر ثقلا على قدرة العراق تحقيق حلمه بمشروع التنمية بتساؤل طويل كطول تلك الطريق القرية هل يكون التنمية مقاربا للمسافات وتحقيق المشروعات العراقية ومعها الخليجية والتركية أم أن التوابل أكثر فاعلية في الوصول إلى معدة الاقتصاد العالمي عبر بوابات الهند وأمريكا والشرق الأوسط تساؤل يضع على طاولة العراق للإجابة على مصير طريق التنمية وقدرته على ترجمة الكلام إلى أفعال تحقق له صياغة المستقبل الجديد ترجمة نانسي قنقر